اشتركوا في القناة معاليا السيدة فوزية بنت عبدالله زينان رئيسة مجلس النواب ومعاليا السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وسعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز حيث قدموا إلى جلالته خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله مشيدين بالدور الذي طلع به سموه في خدمة البحرين وتعزيز مسيرتها الشاملة والتي أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات في كافة مجالات العمل الوطني معربين عن خالص تمنياتهم لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء بكل التوفيق والسداد في حمل الأمانة والمسؤولية لمواصلة مسيرتنا المباركة لتحقيق تطلعات الوطن وشعبه الوفي وقد أعرب صاحب الجلال عن شكره وتقديره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة ونبيلة راجيا من المولى العلي أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته مؤكدا جلالته أن مملكة البحرين قد فقدت برحيله أحد أبنائها المخلصين الذين كرسوا حياتهم لخدمة وطنهم وساهموا في نهضته وتطوره عبر مسيرة حياته الحافلة بالعطاء كما أشهد جلالته بالجهود المخلصة لرئيسي مجلسي الشورى والنواب في خدمة الوطن والمواطنين وترسيخ دعائم المسيرة الديمقراطية وما حققه المجلسان من مكتسبات منذ انطلاق هذه المسيرة مثنيا رعاه الله على العمل الدعوب لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز في خدمة القضاء البحريني وتطويره لتحقيق العدالة والحفاظ على الحقوق والحريات وتعزيز أمن المجتمعي واستقراره